دروح لمقابلات من قطر لأراء بعض الإعلاميين هناك في قطر أجراه الزميل ليف سعود نشاهد هذه الأراء نستطلع أراء الصحفيين الأردنيين وأيضا أراء الصحفيين العرب عن مشاركة منتخبنا الوطني حتى الآن في بطولة كأس العرب معنا الزميل الأستاذ محمود الفضلي سعد مساك أستاذ محمود نتحدث عن مشاركة منتخبنا الوطني وخسارة قاسية أمام المغرب أربكة الحيث سبات بكل تأكيد أكيد أكيد أولا أهلا وسهلا فيك أخو إلي أنا أعتقد أنه صراحة الخسارة ربما لم تكن متوقعة ربما حجمها لم يكن متوقع الأداء صراحة كان مخيب مخيب للأمال منتخب لم يظهر في المستوى المامول صراحة يعني صراحة ما شفنا ثلاث أربع تمريرات على بعض ما شفنا أي جملة ما شفنا أي بناء كان يتوقع أن يكون منتخب مستوى أفضل بغض النظر عن عناصر التي تم اختيارها لكن أداء مخيب صراحة يجب أن تتم محو الصورة الآن ربما صار في إحباط في الشارع بصراحة حال منتخب الأردني في هذه البطولة لم يقدد من المردود المطلوب وأنا لا أرى كل المبررات التي قيلت في وسائل إعلام خاصة بعد الهزيمة أمام المغرب بالنسبة لي على الأقل كمشجع للمنتخب الأردني مخنعة المنتخب الأردني يعني فاجئ الجميع بمستوى مفاجئ خلينا نقول مستوى ليس يعني يدل على أن فيه شيء معين محدش يعرفه كل المبررات التي قيلت بالنسبة لي غير مقنعة المنتخب الأردني مازال يعني رغم ظهوره المتواضع بعد شيء بصراحة كنا نعتقد أنه بشي يظهر أفضل صورة من المباراة الأخيرة خاصة أمام المغرب لكن ما زلت حضوضه قائمة في التأهل عن مجموعته أمامه مباراة صعبة أمام المنتخب الفدائي الفلسطيني لابد من الفوز بها من أجل التأهل الخسارة كانت متوقعة لكن ليس بهذه النتيجة بصراحة يعني 4-0 كانت قاسية جدا على منتخب الأردني اللي شفناها ذرب مستوى جيد جدا أمام السعودية وفاز بالمباراة الأولى أيضا حق مفاجأ إيجابية في مباراة السعودية اللي كانت الناس مرشحة منتخب السعودية أنه يفوز بالمباراة لولا لكن أنه يخسر وهو عنده يعني كل الدوافع المعنوية أنه يفوز بالمباراة الثانية أو على الأقل يحقق نتيجة إيجابية أو على الأقل التعادل ويخسر بنتيجة عريضة دون أن يسجل أي هدف هذا اللي كان يعني يطرح الكثير من نقاط الاستفاهم في أداء المنتخب النشامع الأمانة أن المنتخب الأردني حتى كنت تكلمت عليها قبل البطولة كان واحد من المنتخبات المرشحة يعني على الأقل في هذه المجموعة لكن للأسف يعني ما ظهر بيه المنتخب الأردني لحد الساعة يعني كان أداء متواضع جدا نعم فاز على المنتخب السعودي في أول مباراة لكن الخسارة كبيرة أمام المنتخب المغربي خسارة يعني كانت كبيرة يعني لو كانت خسارة بهدفه هدفين لكن أنك تخسر أربعة بصراحة كانت يعني مفاجأة نوعا ما النتيجة ولو أنه المنتخب المغربي يعني يعتبر هو المرشح الأول لهذه البطولة بالنظر لما قدمها على الأقل في أول مباراة في هذه البطولة استطلعنا آراء الصحفيين العرب حول مشاركة المنتخب الوطني حتى الآن في بطولة كأس العرب وهكذا كانت ردة الفعل لدى الصحفيين وخصوصا بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء اشتركوا في القناة